السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم سوف نأخذ ونستمتع في قاعدة 1 قاعدة 4 وقاعدة 5 قواعد دعونا نرى قاعدة اليوم أول شيء عندنا فير بي القاعدة اسمها هنا بي في عندنا سينجولر وبلورر اللي مكتوب بالأخضر سينجولر وبلورر سينجولر يعني للمفرد بلورر يعني للجمع المفرد عندنا I am أو am يقول لك am هي نفسها I am هذه أشياء درسناها بشكل سطحي الحين رح ندرسها بتعمق am هي نفسها I am you are you or you are نفسها he's or he is كمان نفسها she's or she is كمان نفسها اختصار يعني عندنا هنا الام والأر والإز تسمى أفعال مساعدة أفعال مساعدة هنا نستنتج أنه في السينجولر في عندنا am وعندنا R وعندنا إز ما تنستخدم am دائما في I والأر في اليو اليو ممكن يكون مفرد وممكن يكون جن أوكي وبعد ذلك عندنا هي وشي وكمان في عندنا كمان ضمير ثالث إت كلها نقول عليها إز فعال مساعد لها إز أو اختصارها أبستروفي إس يعني فاصلة إس أوكي خلونا نشوف البلونر إيش الكلمات اللي جمع we we're أو we are you're أو you are أو there they are أوكي نحن أو أنتم أو هؤلاء أوكي كلها R طيب إيش يعني he am I I يعني أنا you أنتم أو أنت أنت أو أنتم ممكن تكون أنتم ممكن تكون أنتم he هو she هي we نحن you أنتم they هؤلاء أوكي طيب هذا بالنسبة للقاعدة الأولى خلونا نشوف القاعدة الثانية القاعدة الثانية positive adjectives يعني إيش positive adjectives هذه عندنا ضمائر الملكية ضمائر الملكية my you're his her أوكي خلونا نشوف الأمثلة في السنجلر my name is فاطمة my شفتوا name name لحالها معناها اسم لكن لما أقول my name اسمي أنا my my name is خلاص هنا شفتوا فعل مساعد my name is فاطمة هنا يختلف طبعا إذا كانت الفرب be i you you he she it they we الفعل المساعدة direct يجي بعد هذا الفعل لكن إذا كان possessive adjective زي my her his your is أو are ما رح تجي مباشرة بعد الضمير زي ما إحنا شايفين هنا my name is خلاص هنا سؤال قد تسألها is your name مونة شفتوا is your name مونة يعني مثلا my name is فاطمة خلاص my name is فاطمة هذه جملة إذا أبو أحولها سؤال كيف تصير ال is قبل تصير is my is my name فاطمة is my name فاطمة تصير خلاص نفس الشي هنا is your name your يعني هل هو اسمك your مونة هنا مفردة ليش لأنه معرفنا من مونة أنها مفردة لأنها شخص واحد ممكن قلنا your تقول الجماعة أو لا your هي ضمير حق you ضمير ملكي you طيب إذا أبغل نحول is your name مونة نحولها إلى جملة إيش تصير your name is مونة your name is مونة is جورج قالوا لك هنا يعني كده عرفنا أنه his للمذكر زي he هو his له هو اسمه هو كتابه هو his name his book his pen ملكية للمذكر لكن المؤنثة هي نقول her name is فاطمة her name is اسمه her her book يعني كتابه her pen ملكيتها هي you تستخدم للمذكر والمؤنث you لك أو لك your book يعني كتابك أو كتابك للمنت أو للولد كذا تعلمنا أنه my معروفة my لي أنا you لك أنت أو لك أنت his له هو وهر لها هي أوكي هنا تعلمنا possessive adjective اللي هي ضمائر الملكية ولمن تستخدم طيب خلونا نشوف التمارين اللي عندنا a complete sentence use a correct form of verb be يعني استخدم I و you و he و she و it و we و they اللي يناسب الجملة أوكي number one mister البدري is he he is the principle he is or is the principle okay number two I student I am student I am I تجي معها الفعل المساعد I am إذن عرفنا mister البدري أنا قعد أتكلم عن شخص آخر اللي هو he أو she هو أو هي هنا هو إذن لازم أحط له is الفعل المساعد له هو is والفعل المساعد I am نص ثلاثة mat and been mat و been هنا جم إذا كان اثنين وأكثر رح نستخدم إيش R من غير تردد R لأنه هنا اثنين الفعل المساعد R يعني هنا رح نستخدم فعل المساعد R إذن إذا كان شخص واحد رح نستخدم إذ إذا كان شخص واحد آخر غيري أنا لكن إذا كنت أنا هذا الشخص أم لكن إذا كان عندنا اثنين وفوق نتكلم عن شخصين وفوق هنا رح نستخدم R هنا قال لنا mat and been يعني R classmate خلاص classmate يعني زميله في الفصل number four هنا سؤال رانا أطوان أتيتشر رانا أطوان أتيتشر يعني إيش نتكلم عن شخصية واحدة اسمها رانا أطوان يعني هي اسمها رانا أطوان يعني إيش نقول is يعني is she رح نستخدم معها is هنا she يعني هي هي نستخدم لها is مفرد is you دائما you سواء كانت مفرد سواء كانت جمع هنا ما نحتاج نشوف هل هي مفرد هل هي جمع ما يحتاج لأنه you without thinking من غير تفكير you معها are خلاص سواء كانت مفرد أو جمع طيب بعد ذلك في التمارين طبعا نفهم أكثر عندنا آخر واحدة mister and mrs johnson احين اثنين قاعد تقلوا عنه شخصين mister و mrs اثنين اوكي مارد هم متزوجين يعني هنا ايش أقول are اثنين وفوق are خلاص كده كده عرفنا ان المفرد اللي اذا كان i استخدم معها في المساعد am لكن اذا كان مفرد he is يعني هو المفرد للشي كمان is you directly without thinking are اوكي لما يعدد لك اشخاص يقول لك فلان وفلان اثنين وفوق هنا رح تستخدم كمان are اوكي خلونا نشوف ب complete the sentences with possessive adjective هنا رح نستخدم ضمائر الملكية اللي هي you his her اوكي he is a teacher هو مدرس اللي هي ايش ضمير حقتها ضمير الملكية he his اوكي his name is مستر فراحت اوكي his عرفنا عن طول اللي هي حقها ضمير الملكية his طيب i am a student i am i ايش ضمير الملكية حقتها my my name is عايشة انت تشوف ايش هو عندنا اللي هي ضمير الملكية his والش ضمير الملكية her وال i ضمير الملكية والi ضمير الملكية لها my خلونا نشوف السؤال الثالث في b he is the director he ايش ضمير الملكية لها his معروف على طول he يعني his يعني رح يكون الجواب he is the director his his name is mr harrani hariri hariri okay number four this is henary this is henary henary هنا عندنا اسم ايش اسم مذكر خلاص يعني رح نتكلم عن شخص واحد طيب مذكر يعني ايش يعني he الثمير حقها ايش he يعني هو هي ضمير حقتها ايش his يعني حسب الاسم لو كان ما قال لنا this is asma رح نقول الثمير هنا her her كذا نكون نعرف السؤال اذا قال لك اكتب الpositive adjective في السؤال اعرف دائريكت يعني ضمير الملكية اللي هي his وher وyour وmy اوكي اذا قال لك حل بانك تكتب verb be يعني اللي هي الافعال المساعدة is وare طيب خلونا نشوف اكسسايز c يعني اكمل المحادثة وطبق مع زميل complete اكمل the conversation المحادثة than اف بعد ذلك practice يعني تدرب with مع partner زميل خلونا نشوف رقم واحد راح نجاوب على السؤال لما نقرأه كاملا عشان نعرف ايش راح نستخدم what's فراغ name his name هنا الاول سألوا what's his name خلاص الثاني جاوب his name يعني هو قالوا what's his name ايش اسمه his name قالوا is his his عندنا شخص واحد يعني يعني is فعلي مساعد his name is luck what's his name his name is luck من قراءتنا للسؤال عرفنا عرفنا انه his يعني هنا نسوي دفتر خارجي مثل ما قلتلكم من اول ونحط فيه المعلومات الجديدة he تحط سهم ضمير ملكية حقتها his she نحط سهم ضمير ملكية حقتها her you ضمير ملكية حقتها your i ضمير ملكية حقتها my ok يعني هنا عرفنا على طول انه لما شفنا his انه على طول هي تتكلم عن he يعني فعلي مساعد حق هي درسناها اللي هي is طيب بنقم رقم اثنين من c a عندنا mom this is رفعة and this is اس ما قعد تتكلمون عن شخصين اس ما ورفعة they قلت لها they اش فعلي مساعد they my friends اش اثناها في الاول انه قلنا ان you we they فعلي المساعد حقتهم are على طول نكتب are من غير تردد هنا والله هذا سهل جدا مجرد انك تحفظ ضمير الملكية لكل ضمير عندنا هي اش ضمير الملكية حقتها وش وات وهذا الاشياء واذا عرفنا الفعل المساعد لكل واحد فيهم كذا يكون عندنا جدا حفظنا القوانين حقتها راح نمشي فيها يعني هنا grammar لو حفظنا بطريقة ممتازة راح نعرف نحل التمارين هذي بكل يسر وسهول اوكي خلونا نشوف number three لا خلونا نكمل هذه B قالت لها nice to meet you you للمفرد وللجمع احنا درسناها you للمفرد وللجمع عشان كذا نكتم nice her name اسمها يعني هنا الضمير عندنا her what's her name her name is she my friend she my neighbor يعني neighbor يعني عندنا iش الجي ما تنتق هنا neighbor يعني جارتي اوكي جاري او جارتي she is الفعل مساعد حقتها دائما is she he it she he it فعل مساعد حقتهم is اوكي number four a welcome to english class فراغ name is mr nadia اسمها mr nadia يعني قاعد تكلم عن انثى واحدة يعني ايش رح يكون الضمير هنا her her name is ملكية اسم ملك لnadية يعني نستخدم her اوكي b hello mr nadia فراغ ياسمين يعني هنا رح نقول ايش my او i am ياسمين i am ياسمين اوكي hello mr nadia i am ياسمين اوكي am او i am كذا نكون عرفنا عرفنا القواعد عندنا i am i am he is she is where you are there اختصارات خلاص وعرفنا كيف هي الغير مختصرة وعرفنا متى is متى are متى am وعرفنا وعرفوها وعرفوا وعرفوا املائها وكمان اعرفوا القاعدات ايش هي وطبقوها مو مجرد انك تفهمها وخلاص لازم تطبقها عشان يكون عندك المعلومة ثابتة وكذا نكون خلصنا اتمنى يكون page number 4 واضح رحين ننتقل الحين لpage number 5 ورحين نشوف فيه اشياء جديدة كلمات جديدة وان شاء الله يكون مفهوم لكم خلونا ننتقل سفحة مقابل d complete conversation use the phrases in the box يقول لك استخدم الكلمات الموجودة في البوكس عندنا how are you see you later good morning my name is nice to meet you good morning هنا عندنا مجموعة صور طبعا رحين نشوف الاول والثاني ايش قالوا عشان نحدد ايش الفراغ نمعن به اوكي دائما نقرأ السؤال كامل او محادثة كامل عشان نفهم ايش رحين نستخدم عندنا هنا قال robert but my friends call me بوب هنا درسناها اول درسناها اول اللي يقول my name is michael but my friends call me mickey تذكرونها هنا نفس الشيء لكن هنا طبعا ناقصة my name is my name is robert but my friends call me بوب ام جون اوكي جاوبوا جاوبوا ام جون نمبر ام بدر فراغ ام بدر هاي ام جم اوكي ام بدر ممكن هنا قالوا ايش صباح الخير لانه ايش هاي قاعد يقوله هنا واحنا مثلا ما شايفين انه هو وقت نهار خلاص وقت نهار ما في عندنا good afternoon ما في الا good morning يعني هنا good morning ام بدر هاي ام جم نمبر فور نمبر فور قالوا my name is ميكي اجاوبوا الاخر good evening يعني معناها ايش يعني معناها انه قالوا الاول good evening لانه لما نقول good morning good evening good afternoon ممكن نرد بنفس الرد او نقول hi او hello يعني هنا good evening درسناها اول في اول درس انه good morning good evening good afternoon نجاوبها بنفس الشي او نقول hi hello اوكي نمبر فايف هنا قالوا ريكي سؤال يعني سألوا حاجة معين قالوا fine thank you ما تنقول fine لما احد يقول لنا كيف حالك لما يقول لنا احد ما تنقول له انا بخير fine يعني بخير لما يقول لي كيف حالك يعني how are you خلاص how are you ريكي قالوا يعني هنا how are you رح نكتبها هنا how are you ريكي fine thank you اوكي خلينا نشوف المحادثة رقم ثلاثة قالوا bye take care bye take care ايش معناها see you later يعني قالوا اشوفك اشوفك لاحقا قالوا bye take care يتواضعون hi علي فراق حامد ايش قالوا هنا hi علي ممكن قالوا nice to meet you حامد اوكي nice to meet you حامد اوكي كذا دائما نقرأ المحادثة كاملة ونذكر احنا المحادثات اللي اخدناها وبطريقتها نقدر نعرف الاجابة اوكي اتمنى تكون وضحت وتكون سهلة لكم بعد ذلك خلونا نشوف اتمنى تكون سهلة للمحادثة او تستمع لها what's your name how are you how how's it going what's your name معروفة what's your name او what is your name ما هو اسمك how are you كيف حالك i'm fine thank you how's how's it going كيف يجري بك الحالي انا كيفك ممكن تقول not bad it's okay زي كذا خلاص هنا يقول لك سويها محادثة يعني مع صديقك معي احد practice it number five listening listen mark the correct response اوكي هنا في عندنا محادثة صوتية راح تشتغل لكم تقدرون تبسحون البار كود اللي فوق وتسمعون يعني هو يسأل سؤال وانت تجوف الاجابة الصحيحة اش هي في رقم واحد اش الاجابة الصحيحة في رقم تو اش الاجابة الصحيحة ثلاثة وهكذا حسب المحادثة اللي راحين نسمعها حسب المحادثة اللي راحين نسمعها رقم واحد في عندنا الاجابة not bad يعني هذه الاجابة ايش how's how's it going اخر واحدة او thank you ممكن تكون how are you مثلا number two my name is better او goodbye يعني اذا مثلا قال لك السؤال what's your name هل تكتب goodbye لا تقول my name is better تختار my name is better وهكذا يعني حسب المحادثة انت رحت حسب ما تستمع اليه رقم ثري nice to meet you I'm okay تشوف ايش how are you مثلا يقول لك I'm okay ممكن تقول او ممكن good bye nice to meet you تقول له اوكي وهكذا رقم اربعة ورقم خمسة وستة نفس الشيء اوكي exercise six about you about you يعني حولك انت هنا لاحظوني في اسئلة يعني الاسئلة هادية عنك انت خلونا نشوف كيف ايش هو السؤال وكيف راح نجاب number one how do you spell your first name how do you spell your first name كيف تنطق اسمك الاول how كيف do you يعني انت تفعل spell تتهجأ your first name اول اسم لك كيف جاب I spell my first name بعد تكتب اسمك بالحروف كاملة اوكي I spell my first name لازم تكتبها كاملة number two how do you spell your last name نفس السؤال بس هنا اسمك اسمك الاخير اوكي I spell my last name وتكتب الاسم بالحروف كاملة number three what do you friends call you what do your friends call you what ماذا your friends call you يعني ماذا يدعونك أصدقائك يعني ايش الاسم اللي نادونك فيه اوكي تكتب my ما تكتب your هو قاعد يسألك انت تتكلم عن نفسك my friends call me كيرا اوكي my friends call me ميكي زي ما قال هناك تكتب هنا my friends call me كذا طبعا يور رح تنقلب my call me اوكي ليش لانه قاعد تتكلم عن نفسك طيب بعد ذلك يقول what's your dad's name تقول my dad's name كذا سهله جدا يعني مجرد انك تقلب الضمير هو قاعد يقول لك you you تكتبها my ليش لانك هو يسألك انت لك انت قاعد تجاوب عن نفسك بعد ذلك عندنا what's your brother's name my brother names is كذا لازم تكتب is ما تنساها الفعل المساعد اوكي my brother's name is لانه قاعد تتكلم عن brother what's your teacher's name my teacher's name is كذا اوكي بعد ذلك اخر واحدة how are you today كيف حالك اليوم تكتب I'm fine thank you I'm okay not bad اي شي خلاص كذا نكون خلصنا درس اليوم وpage number 5 اتمنى تكون انا حاولت اشرح بشكل مفصل وشكل واضح جدا واتوقع لو سمعتوا الفيديو مره هدا رح تفهمونا لكن اذا حسيت انه في اشياء ما قدرت تفهمها تقدر تعيد الفيديو مرارا تكرارا عشان تقدر تلقى المعلومة ومثل ما قلت لكم اي معلومة جديدة تكتبها في ورقة افتفتر خالجي تكتب كلمات جديدة تمارسها دائما تكتبها تعود يدك على انك تكتب الكلمات الجديدة مثلا اليوم اخذنا مثلا كلمتين جديدة خلاص اكتبها بكرة اخذنا كمان ثاس اربع كلمات جديدة اكتبهم ان شاء الله يكونوا عشرة حتى ليش لانك حتى لو كانوا كثار وكتبتهم مع الايام رح تقل الكلمات اللي انت ما تعرفها خلاص اليوم مثلا كتبتوا عشرين كلمة بكرة اكتب ممكن كمان عشرين ثانيات بعدها اكتب خمست عشر كلمة عشر كلمات بتقل بتقل اليلين خلاص يكون كل اللي مكتوب في الصفحة مفهوم لك من الافضل انك تفهم المعنى في راسك وتكتبها ودائما تحاول تكتب الاملاء حقتها علشان تكتبها صح بكذا تستطيع انك تتكلم اللغة الانجليزية اوكي بكذا اكون ان شاء الله خلصت درس اليوم واتمنى انكم تكونوا فهمتم والدرس القادم رح ننزل في فيديو قادم ان شاء الله الى ذلك الوقت اتمنى انكم تشتركوا في القناة حطوا اللايك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع